شباك الشباك هم دول اللي بيبقوا دايما محطة انظار للناس كلها اشرف بن شاقي في نادي الزمالك هو نجم الشباك هو الحدوتة هو القصة هو اللي بيماطل دلوقتي هو مش دلوقتي هو بيماطل بقاله كتير ولم تنجح اللجان المعينة في نادي الزمالك في انه هم ياخدوا حق ولا باطل مع اشرف بن شاقي فيما يخص قصة الايه التجديد فالمجلس الحالي ادى الاشرف بن شاقي مهلة اخيرة للتجديد وحسم مصير يعني اما بالبقاء داخل نادي الزمالك او بالرحيل مع نهاية هذا الايه هذا الموسم يعني ايه خد قرارك وبلغنا بيه خد قرارك وبلغنا ايه بيه طب هو اشرف بن شاقي بس اللي اصداع في دماغ ادارة الزمالك واللي لغاية دلوقتي محدش نجح انه هو يتعاقد معاه او حتى يحطوا نقطة واحدة على حرف واحد من كل النقط وكل الحروف اللي في قصة اشرف بن شاقي واللي كل يوم والتاني بيطلع لنا موضوع وقصة وشغلانا وعلانا في موضوع اشرف ايه بن شاقي مرة الاهلي بيفوضوا مرة خلاص مضى للاهلي ومرة طالع على فرنسا ومرة في تركيا ومرة في الدحيل القطري ومرة مليون ونص دولار في السنة ومرة شكرا ومرة هيجدد مع الزمالك بس بالشرط الجزائي اللي هو عاوزه ومرة 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 وكل مرة كل مرة زي ما انا بقول لك كده مفيش نقطة واحدة اتحطت فوق حرف واحد طب اخلص من موضوع اشرف بن شاقي اخش في القصة التانية والدهية التانية ونجمي الشباك التاني مصطفى فتحي اللي برضو بيفاجئ الزمالك بطلب انه عاوز خمستاشر مليون جنيه في السنة وهو دوت شرطه الاساسي للتجديد برضو نفس القصة بتاعة اشرف بن شاقي بتنطبق على مين على مصطفى فتحي وانا لن اخفيكم سرا يعني واللي انا هقوله لكم ده ما اعتقدش ان في حد هيختلف عليه ان الاتنين دول لعيبة بالذات بالذات دونا عن اي حد تاني في نادي الزمالك لو مجددوش في نادي الزمالك نادي الزمالك هجوميا يقل كتير يتقصر كتير وكده ازرع الزمالك الهجومية او اللعيبة الاتقال فنيا في نادي الزمالك بيتقصصوا واحد ورد تاني ما تنساش مصطفى محمد تنسوش خالص اقوى اعطى الله برد مارك والنهار ده هيبقى بن شرق ومصطفى فتحي وقابليهم كنساسي يعني ايه انا عايزك تترجم كل ده معاي تترجم اللي انا بقوله لك ده معاي هم الاربع دول مش اتقال جوه في اتنزة مالك اتقال اتقال هتقول لي عام تامر من تكلمت على قبل كده وقلت على ساسي وهو بيعمل والحبشتكنات بتاعته دورة مش اقرأه وعيب انما لما تقصص من الفرقة خمسة ستة لعيبة طبعا تتهز لعيب ما يهزش لا ما يهزش لا ما يهزش لعيب في الفرقة ما يهزش انما لما تشير خمس ستة اتقال من الفرقة لا يهزه يتعبه بلاش اقولك يهزه هقولك يا سيدي يتعبه مصطفى فاتح وبعد مصطفى محمد ما ميشي خلاص ومعه ابن شرقي وكلا يتعبه يهيه يتعبه طيب الخبر اللي عندي ان الادارة الموجودة حاليا في النتزة مالك بتنجح فيه الاتفاق مع ساسي ساسي قال عبدالله سيسي رزق سيسي اسف رزق سيسي انه يجدد اربع سنين مقابل تمنمائة الف دولار في الموسم اللي ايه اللي واحد التحاج جده السعودي بيصطاد طارق حامد عن طريق حجازي وبيستطلع رأي حجازي في مدى المرضود الفني او المكسب الفني اللي هيجي على التحاج جده من وراء التعاقد مع طريق حامد فكان طبعا حجازي رده ده اكيد يعني نفعش كلام ولا نقاش فان ده اديك بتتكلم برضو في ايه في موضوع ايه او لعيب سادسة اه برضو ده لو لو مشي من نادي الزمالك نادي الزمالك هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا الوحيد اللي مرضى وخلص في نادي الزمالك على بردعب شافي واللي ما عملش مشكلة خالص في قصة التجديد ايه في قصة التجديد بتاعته لغاية اللحظة اللي انا بكلم حضرتك فيها دي ما حدش اتكلم معه اشرة فوقة على التجديد ولا حد اتكلم معه ونجم على التجديد ماشي عشان كده يبقى احنا ايه بنتكلم بقينا في كام لعيب دلوقتي سبعة ايه سبعة اه خلينا اقولك برضو ان المجلس الحالي ولو انا غلطان حد يصحح لي ما اعتقدش ان هو ممكن يوبرم تعقدات لانه في فترة طريبة اعتقد كده يعني لو انا يعني 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 ما خنتنش الزاكرة او حاجة تمام تمام خد بقى عندك المفاجأة المدوية المفاجأة المدوية لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات تم تشكيلها برئاسة وكيل الوزر بالجهاز السيد الجهري ليه علشان تفحص الاعمال المالية والادارية والقانونية اللي اتعملت في الزمالك واللي عملتها اللي جاني السابقة في الزمالك من يوم 29 11 2020 ل 22 11 2021 خبر مفاجأة كبيرة يعني خبر مش يعني الموضوع ده مش هيبقى سهل كلام ده تم بناءا على خطاب طالع من نادي الزمالك من رئيس مجلس ادارة الزمالك الحالي مرتضى منصور بيطلب فيه من الجهاز المركزي للمحاسبات اللجنة ديت علشان تفتش على نادي الزمالك لمعالي المستشار هشام بدوي اللي هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والادهى والامار انه بيحيل او بيطلب احالة المخالفات والجرائم للنائب العام ده الوضع الحالي يعني مرتضى منصور عاوز يحيل المخالفات المالية والادارية والقانونية اللي تمت في خلال اللجان اللي فاتك للنائب العام وبيطلب من المستشار هشام بدون رئيس الجهاز المركزي المحاسبات لجنة من الجهاز المركز المحاسبات هتيجي تفتش في نادي الزمالك واتحقق في كل المخالفات اللي حصلت من اللجان من يوم 29-2011-2020 ليوم 22-2012-2011-2021